السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو الهدف من هذا الدرس؟ أولاً تعرف فضل صلاة الجماعة والجمعة وكيفية أدائهما ثم تعرف آداب صلاة الجمعة وكعادتنا دائماً نبدأ بوضعية الانطلاق وهي على الشكل التالي قدمت لكم الأستاذة بعض الأسناد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وطلبت منكم فتح نقاش بينكم للتعرف على صلاتي الجماعة والجمعة الأسناد هناك صورة رقم واحد دمدقق الملاحظة ثم الصورة الثانية ومن بين الأسناد أيضاً نجد قوله عز وجل في صورة الجمعة ثم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو مبين أمامك في الوثيقتين المهمة والتعليمات انطلاقاً من الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف والوثائق المصورة ومما تعرفه من دروس التربية الإسلامية ناقش مع زملائك تعريف صلاتي الجماعة والجمعة تمييز الفرق بينهما كيفية أدائهما هيا بنا على بركة الله نتعرف على النقاش الذي دار بينكم ها أنتم ما هي صلاة الجماعة؟ هي صلاة تؤدى ضمن مجموعة من المصلين وهي سنة مؤكدة تؤدى في البيت وفي المسجد ولماذا علينا نصلي جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة وما معنى الفذ والدرجة؟ المقصود بالفذ أي الفرد الواحد والدرجة أي الحسنة والحديث معناه أنه إذا صليت صلاتك مع الجماعة تكسب سبعا وعشرين حسنة أكثر من صلاتك منفردا كما في الصورة التالية وما هي صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة فرد عين فهي واجبة على كل ذكر بالغ عاقل مكلف بالصلاة ولها طريقة وآداب صلاة خاصة وكيف تؤدى صلاة الجمعة؟ تؤدى صلاة الجمعة جماعة في المسجد وليس في البالد وهي على الشكل التالي الخطوة الأولى يؤذن لصلاة الجمعة ثلاث مرات متتابعة الخطوة الثانية يخطب الخطيب الخطبة الأولى وتكون قصيرة وهنا يقف الخطيب فوق المنبر يحمل عصا في يده ويلقي خطبته الأولى ثم قبل أن ينتقل إلى الخطبة الثانية عليه أن يجلس جلسة خفيفة يردد فيها دعاء ثم يخطب الخطيب مجدداً الخطبة الثانية وتكون أيضاً قصيرة وغير بعيدة عن الموضوع الأول إذ تكون مكملة لها ثم الدعاء الخطوة الثالثة ثم بعد الدعاء يصل الإمام بالناس ركعتين جهريتين وبآيات تناسب الخطبتين وما آدابها؟ قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إذن علينا التطهر والتطيب وارتداء أجمل الملابس والتبكير أي أن ذهاب مبكراً والإصغاء الجيد فقد قيل في الحديث فما لغى فلا جمعة له وما ذأيته؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وماذا يعني ذلك؟ أي يذهبوا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة وترقوا التجارة خلاصة إذن خلاصة درسنا أعزائي على الشكل التالي صلاة الجمعة خير من صلاة الفز أي الفرد ب 27 درجة وهي سنة مؤكدة لمن سمع نداء الصلاة أي الأذان وتؤدى في المسجد عادة ولكن تؤدى في المنزل عند الضرورة صلاة الجمعة هي صلاة جماعية يوم الجمعة عند الضهيرة وهي فرد عين على كل عاقل بالغ وتجب على كل من سمع نداءها وهي خطبتان يجلس الخطيب بينهما جلسة خفيفة فالدعاء ثم تصلى بركعتين جهريتين إذن للإضافة فقط صلاة الجمعة ليست هي صلاة الظهر يوم الجمعة بدل أن نصلي صلاة الظهر علينا أن نصلي صلاة الجمعة فصلاة الظهر أربع ركعات بينما صلاة الجمعة خطبتان ثم ركعتان أقوم تعلماتي هيا بنا كي نتعرف على مكتسباتنا هل استطعنا أن نثبت معلوماتنا الجديدة أم لا هيا بنا النشاط الأول أشطر على البطاقات الخاطئة صلاة الجمعة ثلاث ركعات سرية صلاة الجمعة ركعتان جهريتان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسين درجة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة إذن أبنائي بناتي خذوا وقتكم قليلا فكروا في البطاقات الخاطئة كي نشطب عليها الإجابة سنرى سنرى صلاة الجمعة ثلاث ركعة سرية أم هي صلاة بركعتين جهريتين فقط وصلاة الجماعة هل تفضل صلاة الفرد بخمسين درجة أم بسبعين وعشرين درجة نبدأ بالإجابة الأولى سنشطب على البطاقة الأولى لأن صلاة الجمعة ليست ثلاثة ركعة سرية بل هي ركعتان جهريتان السطر الثاني سنشطب على جيد البطاقة الثالثة أيضا سنشطب عليها فصلاة الجماعة لا تفضل صلاة الفرد بخمسين درجة بل فقط بسبعين وعشرين درجة والحسنة بعشر لأمثالها لا تنسى نشاطنا الثاني هو أصل الجملة بما يناسبها من آداب صلاة الجمعة قلنا من آداب صلاة الجمعة يعني هناك آداب كثيرة جدا لكن سنختصر بعضها في المثال الثالي هل التأخر قليلا وضع الطيب أي التعطر الاغتسال عدم الإنصاص إذا نفكر في آداب صلاة الجمعة حسب ما تعلمناه من خلال الدرس نرى الجواب من آداب صلاة الجمعة ومن بين هذه الاختيارات الأربعة نجد وضع الطيب أي على الرجل على الذكر أن يضع الطيب والطيب هو التعطر أي أن يضع عطرا أو مسكا أو ما شابه كذلك كذلك الاغتسال فهو سنة صبيحة يوم الجمعة لكن التأخر قليلا هذا ليس من آداب صلاة الجمعة بل العكس علينا التبكير وعلينا الذهاب مشيا على الأقدام وليس راكبين وإن ذهبنا راكبين علينا أن نضع المركبة التي أقلتنا بعيدا نوعا ما شيئا ما عن المسجد ثم نذهب ماشين فبكل خطوة حسنة أما بالنسبة للبطاقة الأخيرة عدم الإنصات فقد قلنا أن يوم الجمعة عندما يرفع الأذان ويصعد الإمام المنبرة هنا يجب أن تلجم الأفواه أي نصمت عن الكلام ونصغي لأن من لغى فقد فسدت صلاة جمعته أعزائي عزيزاتي بهذا نكون قد أنهينا الدرس ما عليكم سوى نقل العنوان والخلاصة إلى دفاتركم ومراجعة الصفحتين التاليتين من كتاب التربية الإسلامية حافظكم الرحمن برحمته تابعونا حسب المواعيد المبرمجة لحسس اللغة العربية ولا تنسوا دق الجرس للتوصل دائما بالجديد دمتم في رعاية الله وإلى درس جديد إن شاء الله